اشتركوا في القناة لأخبار يوم أمس عن فارس شيبي وانتقاله الوشيك للدور الألماني ولانتراكت فرانكفورت بالتحديد قالت صحيفة بيلد الألمانية اليوم وهي من أقوى المصادر ليس فقط في ألمانيا ولكن في العالم كله أن المدير الرياضي نادي ماركوس كروش يرغب وبشدة حقا في ضم اللاعب الجزائري لكن في مقابل ذلك قالت بيلد أن ما يقال عن إتمام السفقة ربما غير دقيق وإدارة فرانكفورت ليست قريبة لهذه الدرجة من ضم لاعب تولوز وكان موقع ليفيولي المقرب جدا من تولوز قد كشف يوم أمس أن إدارة فرانكفورت قد قدمت فعلا عرضا محسنا وأن إدارة تولوز وبعد أن يئست من تجديد عقد الجزائري تستعد للتخلي عنه الأكيد وسط كل هذا أن شيبي في مرمى سهام نادي إنتراخت وأن ضمه في أي وقت في الأيام المقبلة لن يكون مفاجأة صحيفة بيلد وإن لم تؤكد السفقة إلا أنها أكدت الاهتمام وهو أهم شيء كما هو معروف يمر نادي تشلسي بواحد من أصعب فطرة ميركاتو ربما في تاريخه حيث يستعد النادي اللندني لخسارة لاعبين كثر بل أنه هناك لاعبين خسرهم الفريق فعلا صحيفة فطر لندن وفي تقرير لها عن الفريق وعن اللاعبين الذين قررت الإدارة الإبقاء عليهم سواء للفريق الأول أو الثاني أكدت أن الحارس الجزائري سامي تلمساني سيكون من الباقين الصحيفة الإنجليزية وكما تشاهدون وضعت قائمة اللاعبين الذين سيبقون في الفريق الأول ومن بينهم تلمساني القائمة للإشارة غير نهائية لأن أخبار كثيرة تتحدث عن رحيل عدة لاعبين فيها حتى تلمساني نفسه يمكن أن يرحل عن فريق الإعارة وهذا بحثا عن المشاركة لا أحد يدري على العموم رحيل تلمساني قد يكون في صالحه أكثر وصالح المنتخب الوطني أيضا رغم أنه لم يبدأ عطلته السنوية إلا قبل أيام قليلة إلا أن لاعب الخضر حسام عوار لم يتوقف عن العمل عوار نشر صورة له على حسابه الرسمي في أنستجرام تظهره وهو يعمل في قاعد تقوية العضلات وهي الصورة التي أسعدت كثيرا جماهير وصحفة روما والتي قالت اليوم أن عوار يريد التواجد في فرما ممتازة قبل بداية الموسم نادي روما وبحسب المصادر الإيطالية سيبدأ معصره التدريبي يوم العاشر من جويليا أي أن أمام عوار متسع من الوقت لأجل أخذ راحة وأيضا العمل بقوة بدنيا ليكون حاضرا للاختبارات البدنية في اليوم الأول من التربص الجزائر يريد طي صفحة ليون نهائيا ويركز على فرقه الجديد ولما لا يكون بوابته نحو العالمية أعلن موقع أوندرلاخت أونلاين المقرب من نادي أوندرلاخت كما يظهر من اسمه عن متوجهه بجائزة لاعب الموسم فرغم أنه لاعب فقط نصف الموسم الثاني إلا أن لاعب الخضر إسلام سليماني كان المتوجه إسلام وبحسب موقع أوندرلاخت أونلاين قدم المستوى الذي تفوق به على كل زملائه في الفريق موقع أوندرلاخت أونلاين نشر قائمة أحسن عشرة لاعبين وكما تشاهدون سليماني تفوق على نجم الفريق بارت فار بروجن وأيضا النجم الثاني تيون ليوني إسلام خطف قلوب أنصار أوندرلاخت رغم أنه لاعب النصف الثاني من الموسم فقط كما عشرت وقدم ما يغنيهم عن التصويت لللاعبين الآخرين للإشارة إسلام ما زال لم يحدد مستقبله بين البقاء والرحيل لكن من خلال التصويت وبقوة الإسلام من طرف أنصار ناديه تتبين المكان التي بات يمتلكها في قلوبهم لذلك فإن بقاءه ربما يكون في صالحه حيث يجد راحته بصورة كبيرة في أوندرلاخت سليماني وكما عشرت أمس يريد راتبا كبيرا أو أكبر من الراتب الذي عرضته عليه الإدارة في عرض التجديد تكلمت قبل أسبوع تقريبا عن وجود اهتمام حقيقي من نادي ترابزون سبور بضم لاعب الخضر ونادي باستيا كيفين كايتون صحيفة فاناتيك الشهيرة في تركيا عادت لتؤكد اليوم المعلومة وتؤكد أن مدرب وإدارة ترابزون يرون في كيفين كايتون حل ممتاز على الجهة اليمنى دفاعيا وهجوميا الغريب في التقرير فاناتيك أنها كشفت أن إدارة باستيا تطالب بمليوني أورو من أجل التخلي عن كيفين كايتون وأنهم سيعملون من أجل تخفيض هذا الرقم وهي أخبار غير منطقية رئيس باستيا أرماندي وفي تصريحات سبق ونقلتها في القناة أكد أنه لن يسمح برحيل كايتون بأقل من خمس ملايين أورو سواء للأندية داخل فرنسا أو من خارجها ومع دخول ترابزون فإنه بدون شك قد يسعى لرفع الرقم كايتون وكما أشرت في عدد يوم أمس يفضل اللعب الموسم المقبل في نادي لونس لأنه نادي القلب كما سمع وأيضا لأنه سيلعم مسابقة دور أبطال أوروبا تركيا ربما تكون تجربة موثيرة للاهتمام لكن لغاية يوم أمس لم تشر الصحافة التركية لرأي اللاعب ووكل أعماله وهي أمور ستتضح بدون شك قريبا وقريبا جدا يتواجد الدول المستقبلي ولعب فاردر بريمان ميتشال بايزر في أحد جزر إسبانيا لأجل قضاء عطلته صحيفة أصل إسبانيا الشهيرة استغلت الفرصة من أجل إجراء حوار معه حوار تكلم فيه فايزر عن كثير من الأمور ومن بينها طبعا الوجهة الدولية وبالتحديد المنتخب الجزائري فايزر سئل عن المشروع الذي لا يعرف إن كان سيتم وهو اللاعب للجزائر وهنا قال لعب بريمان أنه لا يعرف بالتحديد ما سيحصل في هذا الأمر وأن الأمر متروك للمستقبل وفقط فايزر ترك كل الأبواب مفتوحة لكن من خلال إجابته واضح جدا أنه يريد التواجد مع المنتخب لعب بريمان سبق وصرح أنه بات جزائري وأنه ينتظر استدعاء بالماضي في الشهر الماضي أفريل لكنه لم يقل نفس الإجابة في تصريحه مع عاص موقع ديتش تيوب المقرب من نادي بردر بريمان والخاص بأخباره قال أن اللاعب للجزائر هو حلم بالنسبة لفايزر وأنه لن يتخلى عن حلمه ويقاتل لأجل تحقيقه الموقع السابق لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لأي عوائق غير فنية على الرغم من أن تقارير ألمانية قالت في وقت سابق أن بالماضي غاضب من فايزر بسبب تصريحاته سبق وشرحت الأمر بالتفصيل سابقا بخصوص المحاور الأخرى أشياد فايزر كثيرا بفريقه الحالي بردر بريمان وواصفه بأنه واحد من أكبر وأعرق الأندية الألمانية وأنه ساعد بالتواجد فيه لكن برغم ذلك قال أن اللاعب في إسبانيا وفي أحد أنديتها الكبيرة حلم ربما يتحقق يوما ما للإشارة إدارة بريمان ولغاية اليوم لم تحسن ملب تجديد فايزر ولو أنه بحسب آخر المستجدد بات قريب من فعل ذلك إلى أخبار لاعبين وارتباطهم بأنديات الخليج والبداية بآدم الناس صحيفة الكيب الفرنسية كشفت في عددها اليوم السبت عن تقرير مفصل بخصوص ميركاتو إدارة ليل الإدارة اجتمعت مع المدرب فونسيكا ووضع النقاط على الحروب بخصوص الراحلين وللأسف آدم الناس سيكون من بينهم بالرغم أنه مضى على توجده في ليل موسم واحد فقط صحيفة الكيب قالت أن وجهة الناس قد تكون الخليج من دون تحديد وجهة معينة بالتدقيق الكيب قالت أن الأمر لا يتوقف على اهتمام بل هناك عروض رسمية على طاولة إدارة ليل إدارة ليل ترغب في الاستفادة من بيع اللاعب حتى المدرب لا يريد بقاءه ربما مع الفريق وكنت قد أشرت في عدد سابق قبل أسابيع الاهتمام الكبير للأندية القطرية بضم الجزائري وخاصة نادي السد حيث تم تقديم عرض خرافي عبارة على راتب سنوي بخمس ملايين أورو وعقد أربع سنوات أي أنه الناس سيحصل من عقده المقبل في حال وفق على 20 مليون أورو وهو ما قد يؤثر على خياراته للأسف من والناس لغزال غزال قد يلعب في المنطقة العربية كما أشارت تقارير تركية اليوم وكما هو ظاهر في العنوان أمامكم غزال كان قد عبر عن رغبته في البقاء وأكد أنه يسعى لتعويض العام الذي فاته بسبب الإصابات لكن برغم ذلك إدارة بيزيكتاس لا تملك نية لإبقائه ربما وترى أن بقاءه لن يكون في صالح أحد خاصة مع العروض الخليجية التي وصلت الصحافة التركية قالت أن عرض سعودي كبير على طاولة إدارة بيزيكتاس قد يكون من نادي الهلال العملاق السعودي نادي الهلال سبق واهتم بغزال حين كان في أوج عطائه قبل عامين ويبدو أنه قد عاد الاهتمام به ولو أنني صراحة أشك في المعلومة لأن نادي الهلال يملك طموحات لضم نجوم عالميين وغزال قد لا يكون مقنع ربما يكون نادي سعودي آخر أو نادي قطر آخر لكن الهلال لا أعتقد ما يهمنا وسط هذا أن قرار الرحيل قد اتخذ من طرف المدرب سنيل جنيش هذا الأخير يكون قد أعلم الإدارة أنه لن يغامر بالاعتماد على غزال وأنه اختار بديله هو الإطالي فابيو بوريني ضم بوريني سيتطلب رحيل غزال ليس فقط لأنه يلعى مكانه لكن من أجل توفير راتبه المقدر بـ 2.5 مليون أورو لإعطائه لبوريني هذا كشفت مصادر عربية أن إدارة العملاق الإفريقي وأحد قطبي الكرة المصرية الأهلي يرغب في التعاقد مع قلب دفاع القدر ونادي اتحاد الجزائر زين الدين بالعيد موقع في الجول المصري قال عن مدرب الأهلي وإدارة النادي معجبون بالقدرات البدنية الهائلة لبلعيد والفنية الراقية جدا ويرون أنه ربما يكون قلب الدفاع الذي يبحثون عنه بالعيد للإشارة يدخل أيضا ضمن اهتمامات أنديا فرنسية خاصة النادي ستراسبورغ وأيضا الصاعدين للديقاء هذا الموسم ماتس والوهافر بالعيد بات الدولي جزائري حديثا ومستوى في لقاء أوغندا يرشحه بقوة للبقاء مع القدر في قادم التحديات لذلك فعليه أن يختار وجهته بعناية صحيح أن الأهلي عملاق إفريقي واللعب فيه سيضمن له التتويج بالعالقاب لكن اختياره ربما يكون أحسن لبلعيد وللمنتخب وإذا كان بالعيد ضمن اهتمامات الأهلي فإن زميله في المنتخب وفي الاتحاد ومواطنه أيمن محيوس ضمن اهتمامات القطب الثاني للكرة المصرية الزمالك الزمالك وبحسب مصادر مصرية يبحث عن قلب هجوم قوي في الفترة المقبلة ويرى أن محيوس يمكن أن يكون قلب الهجوم الذي سيعتمد عليه لكن برغم ذلك قالت المصادر العربية أن محيوس ليس أولوية النادي المصري يتابع عديد اللاعبين قبله وفي حال فشل في ضمهم كلهم سيتوجه لخيار محيوس محيوس بدوره صار دولي جزائري وإذا أراد الحفاظ على ثقة بالماضي فيه ما عليه سوى اختيار وجهته بعناية محيوس للإشارة مطلوب أيضا من أندية قطر وبقوة إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم شكرا للمشاهدة